السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة دكتور ايفون معكم عبداللطيف البنة والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن بعض الساعات اللي اتكذبت في التعليقات وهنكتشف الساعة مع بعض ان شاء الله ساعة جديدة ساعة ألترا زيد سيكس ناين ألترا وهي الساعة هنكتشفها مع بعض أنا ما استخدمتهاش ولا جربتها ألا شي بسيط وهنكتشفها مع بعض وما تنسوش قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وقال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة يلا بينا مع بعض الساعة اللي معنا النهاردة الساعة من ضمن الساعات الكوبي اللي هي تأليد ساعات الألترا من قبل وساعة كتير برضو بيشكر فيها بعض الناس بتشكر فيها فقلنا نجربها مع بعض ونعرضها على الناس وهم يحكموا إن الساعات كتير جدا جدا في السوق ووصل بالساعات اللي في السوق الكوبي اللي هي تقليد الألترا إن هي بقت أكتر من الكفراب بتاعت التليفونات يلا نفتح مع بعض بسم الله عشان ما تقولش عليكم ونشوف الساعة ونشوف إيه الإمكانيات اللي فيها بسم الله دي أول حاجة معنا الكتالوج بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده خليها على جنب ومعنا هنا أول حاجة إن الساعة فيها اتنين حزام زي ما انتوا شايفين والحزام ده على فكرة شكله حلو جدا نفس القصدي بتاع الشركة وبرضو الحزام ده والشاحن بتاعها ودي الساعة أول حاجة هنجرب نشوف هل عادي مش اللي هو الشاحن القوي ولكن نفس تقريبا الساعات الاكسي ايت ألترا ودي تي ألترا خلينا نحط الكرتون على جنب ونبدأ نشوف شكل الساعة عامل إزاي مبدئيا هنبدأ نشوف الدزاين أول حاجة الشكل بتاعها من هنا الزر السماعة بتاعتها الحجم بتاعها زي ما انتوا شايفين هي 49 زر الدرج زر الباور من وراء فيها اللوك بتاع الحزام وفيها الشكل بتاع المصامير هنا نبدأ نفتح الساعة مع بعض طبعا أنا ما جربتش الساعة دي قبل كده ولسه بادئ ان انا جربها معاك وعلشان نشوف إن شاء الله دي الشكل بتاع الساعة مبدئيا كده الساعة بتاع الساعة بتاع الشاشة صغير شوية لو شفتوا الحواف السوداء أكلة شوية من الساعة قبل ما ندخل على الساعة من جوه هنبدأ نشوف الخلفيات واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة الخلفية دي كويسة سبعة سبعة خلفيات موجودين فيها ونبدأ نقول بسم الله وندخل على الساعة من جوه الشكل بتاعها قريب لساعات القبل الأصلية زي ما انتو شايفين الابليكيشن بططش بتاعها كويس انا بجرب معاكم طبعا وخلينا نشوف طبعا عشان ما تنسوش اسمها اسم الساعة زد سيكس ناين ألترا أو زد تسعة وستين ألترا دي شكل العلبة علشان تحفظوها عندكم وتبدأوا تجربوها يمكن تعجبكم أول حاجة هنبدأ ندخل فيها نشوف موضوع اللغة العربية علشان ده كتير بينفع الناس هندخل هنا طبعا ده القيمة بتاعتها هننزل لتحت شوية بعدين هنبدأ نشوف هنا اللغة العربية فيها اللغة انجليزي وعربي وإيطالي زي ما انتم شايفين نختار العربي ونشوف شكل اللغة العربية الى حد ما اللغة العربية شكلها كويس الكلمات متصلة والحروف كاملة زي ما انتم شايفين نخرج منها ونشوف طبعا لو حبيت ان انت تدخل على والله كويس خلينا نقفل من هنا ونشوف عندنا هنا السطوع بتاعها مية في المية وكويس بعض الساعات بيجيب لك بينزل بالعشرين مرة واحدة ما دي بتنزل لك السطوع بشكل زي ما انتم شايفين اول حاجة هنبدأ نجربها في الساعة ان احنا نشوف التطبيق بتاعها التطبيق بتاعها اسمه تطبيق تطبيق ريد فيت ريد فيت ده التطبيق بتاعها احنا نزلناه على التليفون بالشكل اللي انتم شايفينه ده موجود موجود على الاب ستور وموجود على جوجل بلاي التطبيق بالشكل اللي انتم شايفينه ده هنبدأ نشبك الساعة نعمل اضافة جهاز ظهر لنا على طول هنا زد 69 جاري التوصيل والله هي سهلة في السماح سهلة جدا وسريعة في الارتباط بالتطبيق ودي ميزة الصراحة كان مسلا تشوفوا يرجى فتح الاعداد بلوتوست موافق على طول بالوقتي متصل هنا وعشان نزلوك الاتصال بتاعها لازم كمان نأكد على هنا زد 69 وبعدين شبكة كده بقت شبكة اتصال وبقت شبكة كمان اللي هي خلينا نجرب الاتصال فيها مبدئيا كده ونشوف غيرنا شكل التطبيق سيب انتم شايفين كده من الزر اللي في الجنب والله ممتاز لحد الان حوالي خمس سمزات لها هنبدأ نرن دلوقتي ونجرب الاتصال شكله ازاي عامل فيها وهل الاسماء بتظهر كاملة ونشوف الوقت احنا شبكنا الساعة خلينا نشوف شكل الاتصال هيكون عامل ازاي وهيزهر بالشكل ازاي على الساعة شايفين ده شكل الاتصال ده شكل الاتصال فيها خلينا كمان نجرب صوت المايك بتاعها انا فتحت كده بسم الله سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سمعين الصوت هنا لحد ما كويسة في الاتصال كده احنا جربنا الاتصال بتاعها طيب خلينا نشوف شكل الرسائل العادية شايفين جات لي هيا مكالمة نشطة وجات لي بالاسم ده طبعا هي كمان في خلينا ندخل على القيمة بتاعت شايفين هي جايب لي كده الاتصال فيش جهة الاتصال كمان سجل المكالمات دي المكالمة اللي كانت موجودة طبعا بيظهر الاسم كامل هنا ارتباطا على طول ولوحة المفاتيح بالشكل ده شايفينه ده طاطش بتاعها سهل كويس ان شاء الله تمام نطلع من هنا اكتب هنا كمان في عندنا اعداد الاتصال خلينا كمان نشوف طيب يبقى احنا شوفنا كده اول حاجة شوفنا موضوع الاتصال فيها ودي اكتر حاجة بتفيد الناس في الساعة طيب خلينا نبدأ نجرب مع بعض ونعمل تست لقياسات الضغط وقياسات القلب والامر دي كلها هل هي تقريبية طبعا لازم اأكد عليكو يا جماعة موضوع قياسات الصحة في الساعات الكوبي حتى في الاصلية لاصحاب الامراض ربنا معافي الجميع ما تاخدهاش مية في المية لازم تتابع مع جهاز الصحة بتاع المستشفى او اللي وصفه لك الطبيب او اللي عندك في البيت علشان ما تعتمدش اعتماد كلي القياسات حتى في الساعات الاصلية بتدي قياسات تقريبية بتدي قياسات تقريبية اجهزة الصحة زي الضغط والامور دي كلها بتكون بالاف فالساعات بعشرين دولار وتلاتين دولار بتلاقي بس قياسات تقريبية فقط فخلينا نجرب قياسات النبض والاكسجين والحاجات دي هل هتدينا قياسات صحيحة مع جهاز الصحة اللي موجود معنا ولا لا قياس الصحة وعملنا هنا برضو تست على الساعة زي ما تشايفين جايب لنا هنا ربطات القلب اربعة وتمانين ونبدأ نشوف هكي جيب لنا كام هنا على الجهاز علشان نشوف جايبة خمسة وتمانين وهنا اربعة وتمانين برضو انا مش هاخد بنسبة كبيرة موضوع القياسات دي الساعة في اليد شايفين طبعا الساعة مكتوب ان هي ضد المياه تبام ولكن فيها مشكلة كبيرة جدا يا جماعة المشكلة دي فيها مشكلة ان هي مفيش صوت للمكالمات اصلا الاتصال او يمكن يكون فيها بطريقة معينة ولكن انا حاولت ان انا ابحث فيه مليتهوش موجود طبعا النمط زي ما انت عايز بتغيره بالشكل ده فيه تطبيق حوالي خمسة شكل من النمط دي انتو شايفين كده فيش رسائل تطش بتاعها الشكل بتاعه كويس ولكن بتاع الشاشة قليل ان شاء الله تعجبكوا الساعة دي الساعة دي سعرها تقريبا ما يقارب 30 دولار فيها كمان وضع شايفين ده المنبه خلينا كمان نضيف نشوف وضع الشاشة المؤقتة شايفين هنا والله حتى حتى الاستخدام بتاعها مبرأ الخلفية بتاعت الشاشة جايبا لك كل حاجة هنا رسائل على الوضع تصبب تيجي كاملة اللغة العربية فيها كويسة خلينا شو انت وضع الليلي وده السطوع وده لاجه مع الساعة الى حد ما كويسة نحب يتعرضها عليكم وتشوفوها نعلي لها تعجب حد او حد يعمل لها تشيك عند محلات او حد يرشح حاله خلفية دي نغيرها طبعا في امكانية انت تحط عليها باسورد نطلع منها ممكن عشاننا بنتعود على الاكسيت التر اكتر طبعا موضوع الرياضات يجيب لك هنا المش وكرة القدم تنس الطابلة ورياضات كتير يعني فيها لو جينا نتكلم فيها ممكن ع حوالي عشر رياضات لو جيبنا مثلا المش هيبدأ يعدلك جيب لك السعرات الحرارية والعدد الخطوات ونبضات القلب وانت عملت كم خطوة والامور دي كلها والله النظام بتاعها مش وحش البطارية بتاعتها تقريبا في الوضع الاستخدام الكامل دي مع صديقي يعني يستخدمها وضع الاستخدام الكامل لو هتفضل مستخدامة كاملة تقريبا يوم لو في وضع الاستعداد اعتقد هتوعد معاك اربع او خمس ايام خلينا نشوف وقت اغلاق الشاشة عندك انا ممكن تحدد خمس ثواني مسلا وارفع المعصم دي اللي هي خلينا احنا عملناها كده لو هي مسلا دخلت في وضع الاستعداد ارفع المعصم انا بحاول ان انا اوريكم بعض الامور اللي فيها نقرأ الزر للتعريف ووضع عدم الازعاج قوة الاهتزاز اعداد كلمة المرور اللغة عداد الوقت الاتصال بالتطبيق فيها وفيه استعداد المصنع وفيه الحاجات دي كلها موجودة في الاعدادات تمام بس خلينا نكتشف من هنا ده ممكن تعمل كلمة مرور عليها وهنا كمان زر الدرج ممكن تحدده ده الاحتزاز بتاعه خلينا نفصل الاحتزاز ايه صوت المايك هنا مسجل اه ده المساعد الصوتي ايه هنا علعاب في طيور والله فيها العاب ده لعب ضطير دي اه طيب والله دي لعب كويس اه شوفتوا فينها كويسة طيب سباق السيارات فيها سباق السيارات حاجة كويسة شايفين دي فيها العاب وممتازة والله فيها لعبتين الساعة ممكن يشغلوا اي حد وممكن حد يشتري اصلا الساعة عشان اللعبتين دولة بس تمام اعتقد ان انا اتكلمت عن حاجات كدير في الساعة كده تمام المسيجات بتجي كاملة يا جماعة وايه كمان صوت الاتصال زي ما انتم شايفين ما فيه صوت هو اهتزاز للمكالمات واهتزاز للمنبه برضو وفيها وضع الوقتي مش عارف اوصل الوضع بتاع خلينا نشوف نحاول نوصل لوضع اللي هو وضع الايه الاستعداد بلوض اندسبيلاي توجد بيانات على العموم خلينا نرجع ونشوف الساعة واسمها سعرها مش غالي والساعة فيها معيار استخدام المية معيار بتاعها يعني هي ضد المية ده اسمها وان شاء الله تعجبكم خلينا نقارنها برضو بشكل ساعة الاكسيت ألترا بلس والحجم بتاعها معاها ونشوف الشكل وان هي ساعة الاكسيت ألترا من افضل الساعات اللي انا استخدمتها حتى في صيز الشاشة والكلام ده كله بس الاكسيت ألترا مش ضد المية ان شاء الله تعجبكم دي شكل الساعة دي الاكسيت ألترا ودي الساعة من هنا طريبا نفس الشكل ونفس الحجم ولكن الصيز بتاع الاكسيت ألترا في الشاشة احسن شوية تطبيق بتاعها خلينا نشوف ايه اللي موجود فيه دي خلفيات ممكن تحط عليها صورة كمان على ما اعتقد ان انت ممكن تحط عليها الصورة تخصيص ذاتي استبدال الخلفية لسه محبو بوصول الصور خلينا نحط مثلا دي ونعمل الشكل ده ونديله اوكي وبدأ ان احنا ينزل هنا على الخلفية خلينا ننزلها استبدال الخلفية وبعدين وبعدين بدأت تنزل دلوقتي على الساعة كويس فيها برضو تخصيص الساعة تخصيص الصورة من على الساعة تنزل بتاعها بطريق شوية خلبي مساو خمسين تحطت هنا الخلفية زي ما انتم شايفين نزلنا الخلفية عليها ممكن كمان تضيف في خلفيات كتير هنا طيب في موضوع على الفكرة على الاندوريت كمان بتشتغل بشكل كويس جدا التطبيق بتاعها هتكتشفوا في في شوية حاجات كويسين وبيانات شخصية ده اللي قدرت اشرحه في الساعة زد تسعة وستين ألترا ان شاء الله اكون نفعتكم في الفيديو وربنا يحفظ الجميع قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة السلام عليكم